هل يجوز أني ألبس ثوب النوم وألبس شيء لعريضة قطيني وأصلي أم لازم لباس مستور أختي أم ناصر من العين بارك الله فيك المرأة مأمورة بأن تستر سائر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها وبعض العلماء يقول كفيها ما عدا وجه وكفيها ولا يلزم أن يكون الذي تحت ثوب الصلاة ساترا ما يلزم أنت الآن تقولين أنا لبس ثوب النوم ثم أردت أن تصلي الوتر مثلا تلبسين ثوب الصلاة ما دام أنه فضفا وواسع ولا يشف يعني ما يبين من وراء الثوب يعني مثلا لون بشرة جسمك مثلا أو شيء الصلاة صحيحة ولله الحمد والمن حتى لو كنتي لابسه قصير مثلا في البيت وتكاسلتي أنك تغيرين وتقول الله الحمد لله ثوب الصلاة طويل ما يضرك وإلى الله الحمد ما دام بالأوصاف التي شرحتها لك أنا قبل قليل